عقدت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية مع أهالي قرية غرب سهيل بأسوان في إطار جهود تنسقية للتعريف بالحوار الوطني وقدمت الجلسة شرحا مستفيدا عن الحوار الوطني وأهدافه حيث أكد الحاضرون عن كونه خطوة مهمة على طريق جمهورية جديدة يستمع فيها كل طرف للآخر واستعرضت الجلسة أراء الأهالي في العديد من القضايا مثل التعليم والبنية التحتية